تاني عصور ما قبل التاريخ هي عصور ما قبل اكتشاف الانسان الكتابة بتنقسم الى اربع عصور العصر الحجر القديم العصر الحجر الحديث العصر النحاسي عصر ما قبل الاسرات زي ما انا قلتلك انا براجع فقط مش بحفظك من جديد لان احنا حفظينه كويس جدا في المدرسة في العصر الحجر القديم عاش الانسان حياة غير مستقرة لان كان دائم التنكل والترحال فوق الهضاب بما تفسر ليه لجمع البزور والصمار وصيد الحيوانات والطيور تاني لجمع البزور والصمار وصيد الحيوانات والطيور لجمع البزور والصمار وصيد الحيوانات والطيور سكن الكهوف سكن الكهوف يبقى في العصر الحجر القديم سكن فين الكهوف صنع عدواته من الحجارة واستخدمها في الصيد صنع عدواته من الحجارة واستخدمها في الصيد اكتشف النار وده اهم ما يميز هذا العصر واستخدمها في طهي الطعام اكتشف النار واستخدمها في طهي الطعام أنا برجع لك بسرعة عشان هشرح لك درسين وبعكاية نبدأ نسأل على طول العصر الحجر الحديث كانت حياة الإنسان مستقرة طرك الهضاب ونزل إلى وادي النيل بسبب حلول الجفاف بها بالهضاب بسبب حلول الجفاف بها لما نزل إلى وادي النيل عرفة الزراعة فأنتج الحبوب مثلة القمح والشعير وكمان أنتج الكتان اهتم بتربية الماشية والأغنام والمعز اهتم بتربية الماشية والأغنام والمعز كمان أقامة المساكن كانت عبارة عن أكواخ يبقى في العصر الحجر القديم كانت الكهوف في الحديث الأكواخ في القديم الكهوف والحديث الأكواخ فظهرت طبعا القرى يبقى ظهرت القرى في عصر نقط في العصر الحجري الحديث صنع الأواني الفخارية والنسيج والملابس من الكتان صنع الأواني الفخارية والنسيج والملابس من الكتان وأقام المقابر لدفن الموتى في العصر النحاسي كانت حياة الإنسان أكثر استقراراً بدأ يخطو نحو التطور الحضاري بنى مسكنه من الطوب اللبن يبقى هنا الكهوف هنا الأكواخ هنا الطوب اللبن وفرشاه بالحصير والأسر الخشبية الغير مرتفعة والوسائد من الجلد استخرج ايه من سيناء؟ هو اسمه عصر حاسي يبقى استخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء وصنع أدواته من حاجات كثيرة من أربع حاجات المعادن والحجارة والخشب والعاج العاج طبعاً زي ما احنا قلنا قبل كده ناب الفيل يبقى صنع أدواته من المعادن والحجارة والخشب والعاج المعادن والحجارة والخشب والعاج المعادن والحجارة والخشب والعج بسرعة تاني هنا كانت حياة الانسان غير مستقرة كان دائما التنقل وترحل فوق الهضاب لجمع البزور والصمر وصيد الحيوانات والطيور هنا حياته بقت مستقرة لانه عارف الزراعة فزراع القمح والشعير والكتان واهتم بتربية الماشية والاغنام هنا اكثر استقرار هنا سكن الكهوف هنا سكن الاكواخ وهنا سكن بيوتا من الطوب اللبن هنا اكتشف النار واستخدامها في طهي الطعام هنا ادواته كانت من الحجارة هنا من الاواني الفخارية والنسيج والملابس من الكتان هنا ادواته كانت من المعادن والحجارة والخشب والعج هنا اكتشف النار هنا اقام المقابر وما تنسوش ظهرة الكرة وهنا كمان استخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء وظهر تقديس الحيوانات كانوا بيعبدوا الحيوانات في العصر النحاسي العصر الرابع هو عصر ما قبل الأسرات مراحل تحقيق الوحدة مرت بتلت مراحل قبل تحقيق الوحدة ايه همما التلت مراحل فكروا كده يلا واحد نشئة القرى ثم المدن ثم الأقاليم ثم الوحدة الأولى يبقى نشئة القرى نشئة المدن نشئة الأقاليم ثم الوحدة الأولى يبقى مرحل الوحدة الأولى تلت حاجات واحد نشئة القرى اتنين نشأة المدن تلاتة نشأة الأقاليم المستقلة القرى أنا عاوزك تعرف من كل ده القرى كانت من البيوت من تجمع من البيوت من تجمع من البيوت المدن من اتساع القرى وكثرت سكانها المدن من اتساع القرى وكثرت سكانها طيب الأقاليم من القرى والمدن الأقاليم من القرى والمدن يبقى القرى من البيوت المدن من القرى الأقاليم من القرى والمدن ثاني القرى من البيوت المدن من القرى الأقاليم من القرى والمدن القرى من البيوت المدن من القرى الأقاليم من القرى والمدن ثم تحققت الوحدة الأولى على يد من من قائد الوحدة الأولى أحد حكام أقاليم الوجه البحري أحد حكام أقاليم الوجه البحر طيب كانت عاصمته هي أول عاصمة في مصر هي مدينة أون مدينة أون مدينة أون هلي هي عين شمس حاليا يبقى من قائد الوحدة الأولى أحد حكام أقاليم الوجه البحري أحد حكام أقاليم الوجه البحري اللي هو الدلتة وعاصمة مدينة أون مدينة أون مدينة أون طيب لكن فشلت الوحدة الأولى فانقسمت البلاد إلى مملكتي مملكة الشمال ومملكة الجنوب حفظناها وسمعتها كتير في المدرسة مملكة الشمال في الوجه البحري مملكة الجنوب في الوجه القبلي عاصمة مملكة الشمال بوتو عاصمة مملكة الجنوب نغب عاصمة مملكة الشبال بوتو. عاصمة مملكة الجنوب نغب. بوتو طبعا تل الفراعين بالقرب من ديسوب بمحافظة كفر الشيخ. هنا منطقة الكاب شمال ادفو بمحافظة اسوان. يبقى عاصمة مملكة الشمال بوتو. عاصمة مملكة الجنوب نغب. عمر ايها ده افل الكاميرا ما دفتحش تاني. عاصمة مملكة الشمال بوتو. عاصمة مملكة الجنوب نغب. لون التاج في مملكة الشمال احمر. لون التاج في مملكة الجنوب ابيض. شعار مملكة الشمال نبات البردي شعار مملكة الشمال نبات البردي شعار مملكة الجنوب ظهرة اللوتس شعار مملكة الجنوب ظهرة اللوتس معبود مملكة الشمال صعبان الكبرى معبود مملكة الجنوب أنسى النصر يبقى مملكة الشمال في الوجه البحري مملكة الجنوب في الوجه الإبلي عاصمة مملكة الشمال بوتو عاصمة مملكة الجنوب نغبة لون التكفي مملكة الشمال أحمر لون التكفي مملكة الجنوب أبيض شعار مملكة الشمال نباتي البردي شعار مملكة الجنوب زهرة اللوتس معبود مملكة الشمال صعوبان الكبرى معبود مملكة الجنوب أنسى النصر طبعا من اللي استطاع توحيد مملكتي الشمال والجنوب هو الملك نعرمر أو مينة هو مؤسس الأسرة الأولى انتصر على مملكة الشمال وحدة مصر كلها شمالها وجنوبها واتخذ عاصمة اللي هي الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض لأنها كانت محاطة بصور أبيض هي مدينة منف مدينة منف يبقى قائد الوحدة الأولى أحد حكام أقاليم الوجه البحري أحد حكام أقاليم الوجه البحري وعاصمته مدينة أون مدينة أون طبعا الوحدة الثانية من قائدها الملك نعرمر أو مينة الملك نعرمر أو مينة طيب عاصمته مدينة منف مدينة منف مدينة منف لقبة بملك الأرضين صاحب التاجين ملك مصر العليا والسفلة نصر الجنوب وسعبان الشمال ملك الأرضين صاحب التاجين ملك مصر العليا والسفلة نصر الجنوب وسعبان الشمال ملك الأرضين صاحب التاجين ملك مصر العليا والسفلة نصر الجنوب وسعبان الشمال ملك الأرضين صاحب التاجين ملك مصر العليا والسفلة نصر الجنوب وسعبان الشمال ملك الأرضين صاحب التاجين ملك مصر العليا والسفلة نسر الجنوب وسعبان الشمال. ليه لقب بعدة القاب? لانه قام بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب. لانه قام بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب. لانه قام بتوحيد مملكتي الشمال والجنوب. ندخل اي حد عنده سؤال في الدرس الاول طبعا انا برجعه لك مش بحفظه لك. في فرق ان احنا كنا بنحفظ قبل كده كتير لكن انت مفروض حفظه. فانا برجعه معك بس. وبعد كده نبدأ نسأل الاسئلة. اي حد عنده سؤال في الدرس الاول قبل ما ادخل في الدرس التاني? اي حد عنده سؤال? بيكتب لي فشات لو عندك سؤال. تمام? سهل يعني? طيب. تمام. متسجلة ماريا ما زيش ببعتها الا لو حد استأذن مني شخصيا. انا ما ببعتش حصص الا اللي محترم الحصة بيحضرها في مبعدها وحصل المشكلة ببعتها له. غير كده لأ. انا فيش ملك مملكة الجنوب اللي هو الملك مينة وانتصر على مملكة الشمال واحد مصر كلها. تمام. ندخل في الدرس التاني هو عصر الدولة القديمة. عصر الدولة القديمة هو عصر بنات الاهرامات. ركزوا عشان الدرس ده مهم جدا. ليه بيطلق على عصر الدولة القديمة عصر بنات الاهرامات بسبب كثرة ما بناه ملوكها من اهرامات ضخمة امتدت من الفيوم جنوبا حتى الجيزة شمالا. ليه شيد المصريين والأهرامات قلناها كتير جدا بسبب اعتقادهم في البعث والخلود معنى كده الأهرامات كانت مقابر أيوة كانت مجبرة حصينة توضع فيها جسس موتاهم بعد طحنطها لذا زودوها بالطعام والشراب والأثاث الذي كان يستخدمه الميت في حياته نقشوا على جدرانها المناظر التي تدخل السرور إلى نفس الميت زي ما انا قلت لكم في الحصة ان هو معتقد ان هو هيقوم تاني فلازم يكون ادواته وطعامه وكل حاجة كان بيمتلكها في الدنيا يكون جنبه عشان يستخدمها بعد ما يقوم تاني ويبيرسموله على الجدران كده مناظر جميل عشان هو ميت يكون في صرور في قلبه. تميز عصر الدولة القديمة الرخاء والتشييد والبناء والفن الرافيع والسلام والناشاط الفكري والمادي كنا بنحفظها في المدرسة تاني الرخاء والتشييد والبناء والفن الرافيع والسلام والناشاط الفكري والمادي تاني الرخاء والتشييد والبناء والفن الرافيع والسلام والناشاط الفكري والمادي طيب تعالى ندخل في الملوك على طول يلا اول ملك الملك زوسر الملك زوسر الملك زوسر اعمله ايه الاول هو مؤسس الاسرة الثالثة. يبقى مؤسس الاسرة التالتة. ومال مين مؤسس الاسرة الاولى? ها نعرمر او مينة. تمام? يبقى شيد الملك زوسر الهرم المدرج بسكارة. يبقى هو مؤسس الاسرة التالتة. اول اعماله شيد الهرم المدرج بسكارة. يعتبر اول من غير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية. ازاي? كانت المجبرة عبارة عن كم مصطبة? مصطبة واحدة. بقت كام? ست مصاطب كل مصطبة اصغر من التي تليها. يرجع الفضل في تجهيد الاهرامات او اهراماته هو وزيره ايمو حطب. وزيره ايمو حطب. يبقى اللي اشرف على بناء هرم سكارة الوزير نقط. الوزير ايمو حطب. الوزير ايمو حطب. الوزير ايمو حطب. لا الاسرة التانية مش عندك مؤسسها يا مريم. هو مينة مؤسس الاسرة الاولى. اما العصر العطيق هو يشمل الاولى والتانية. العصر العطيق بيشمل الاولى والتانية. لكن مينة مؤسس الاسرة الاولى فقط. مينة مؤسس الاسرة الاولى. لكن العصر العطيق بيشمل الاسرة الاولى والتانية. تمام عندنا الملك سينفرو مؤسس الأسرة الرابعة حكم البلاد 24 عام مميزات عهده تميز عهده بالاستقرار والعدالة فأحبه المصريين لذا أطلقوا عليه الملك المحسن المحبوب الملك المحسن المحبوب الملك المحسن المحبوب يبقى بما تفسر أطلق على سينفرو الملك المحسن المحبوب لأنه تميز عهده بالاستقرار والعدالة لأنه تميز عهده بالاستقرار والعدالة من النتاج المترتبة على تميز عهد سينفرو بالاستقرار والعدالة اطلق عليه الملك المحسن المحبوب. اطلق عليه الملك المحسن المحبوب. اطلق عليه الملك المحسن المحبوب. اهم اعماله. نمسك عشان ده مهم جدا. قولنا زوسر شيد الهرم المدرك بسكارة. طب سينفرو. شيد هرمين في ضهشور. وده القريبين جدا من سكارة سبعة كيلو بس بينهم. يبقى شيد هرمين في ضهشور. شيد هرمين في ضهشور. شايد هرامين فيه. ده شور شايد هرامين فيه. ده شور. وما لزو صار ايه? اه شايد الهرم المدرج بسكار. طيب نكمل. سنفروع عمل ايه تاني? اهتم منذ بداية حكمه بشؤون مصر. سواء اهتمام داخلي. امن حدود مصر الجنوبية والشرقية. امن حدود مصر الجنوبية والشرقية. واهتم باستخراج المعادن مثل النحاس والفيروز من سيناء. يبقى امن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء تاني. امن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء تاني. امن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء. طيب خارجيا. خارجيا. عمل ايه? اعتنا بالتجارة الخارجية. عمل ايه? شيد السفن. حيث ارسل اسطولا لبلاد فنكيا لبنان لجلب خشب الارز. ارسل اسطولا لبلاد فنكيا لجلب خشب الارز. ارسل اسطولا لبلاد فنكيا لجلب خشب الارز. يبقى سينفرو مهم جدا 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 جدا. حكم البلاد اربعة وعشرين عام ما تنساش ان هو مؤسس الاسرة الربعة. تعال نراجع الاسر. مين مؤسس الاسرة الاولى? الملك مينة او نعرمر. التالتة الملك زوسر الرابعة الملك سينفرو تمام تميز عهده بالاستقرار والعدالة أحبه المصريين لذا أطلقوا عليه الملك المحسن المحبوب الملك المحسن المحبوب لأنه تميز عهده بالاستقرار والإيه والعدالة شيد هرامين فيه ضهشور شيد هرامين فيه ضهشور شيد هرامين فيه ضهشور طيب داخليا أعملوا إيه أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء تاني أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء أمن حدود مصر الجنوبية والشرقية واستخرج النحاس والفيروز من سيناء طيب خارجيا اعتنا بالتجارة الخارجية فشيد السفن وأرسل أسطولا لبلاد فنكيا لجلب خشب الأرض ارسل اسطولا لبلاد فنقيا لجلب خشب الارز. 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 ده الملك سنفرو. طيب نكمل مراجعة. كان ابنه الملك مين? الملك خوفه من اشهر ملوك الاسرة الرابعة. اعماله. شيد الهرم الاجبر. شيد الهرم الاجبر الذي كان سبب شهرته. ليه? لانه احدى عجائب الدنيا التي ما زالت خالدة حتى الان. تميز ببراعة هندسته وضخامة حجمه. لانه بنية على مساحة تلاتاشر فدان. ارتفاعه مية ستة واربعين. اصبح حاليا مية تمانية وتلاتين. بفعل عوامل الزمن. نتيجة بقى عوامل الزمن والرياح والامطار والكلام ده. اتفتت جزء منه. لكن اصبح مية وتلاتين وده رقم ضخم جدا جدا جدا. عشان كده هو من عجائب الدنيا السبع براعة هندسته وضخامة حجمه. لا مش لازم تحفظ الاركام. يبقى احدى عجائب الدنيا السبع. وتميز ببراعة هندسته وضخامة حجمه. براعة هندسته وضخامة حجمه. براعة هندسته وضخامة حجمه. طيب نكمل. ابن الملك خوفه هو الملك خفرع. شيد ايه او بنا ايه. شيد الهرم الاوسط. شيد الهرم الاوسط. اللي صممه على نمط هرم ابيه. بنفس الشكل بنفس كل حاجة. ارتفاعه برضو مش قليل. مية تلاتة واربعين متر. وامره بنحت تمسال ابو الهول. يبقى خفرع عمل حاجتين. الهرم الاوسط وتمسال ابو الهول تاني. 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 الهرم الاوسط وتمسال ابو الهول. طيب. تمسال ابو الهول طبعا طوله مش لازم تحفظ برضو الاركام سبعة وخمسين متر وارتفاع عشرين. طبعا انتو عارفين ان هو رأسه رأس انسان دليل على التفكير. رأسه رأس انسان دليل على التفكير. وجسمه جسم اسد دليل على القوة والشجعة. عندنا الملك من كورع هو ابن الملك خفرع. عمل حاجتين. عمل الهرم الاصغر. وكان عهده اكثر حرية من ابيه وجده. سؤال شعائره الدينية بحرية. لان الشعب في عهده مارس شعائره الدينية بحرية. تاني. لان الشعب في عهده مارس شعائره الدينية بحرية. لان الشعب في عهده مارس شعائره الدينية بحرية. لان الشعب مارس شعائره الدينية بحرية. لان الشعب مارس شعائره الدينية بحرية. لان الدينية بحرية لان الشعب مارس شعائره الدينية بحرية لان الشعب مارس شعائره الدينية بحرية لان الشعب مارس شعائره الدينية بحرية طيب اهم اعماله شيد الهرم الاصغر شيد الهرم الاصغر بجوار هرم خوفه وهرم خفرع ويبلغ ارتفاعه 66 متر ليه سقطت بقى الاسرة الرابعة اللي هي سنفره خوفه خفرع ومنكورع بسبب لان في اواخر حكم الاسرة الرابعة ازداد نفوز كهنة الاله راع خلاص احنا عارفين ان الكهنة هم رجال الدين ازداد نفوز كهنة الاله راع وتدخلوا في شؤون الحكم حتى اسقطوا الاسرة الرابعة وتولى كبيرهم اسر كاف الحكم تاني لان في اواخر حكم الاسرة الرابعة ازداد نفوز كهنة الاله راع وتدخلوا في شؤون الحكم حتى استطاعوا اسقاط الاسرة الرابعة وتولى كبيرهم اسر كاف الحكم تاني لان في اواخر حكم الاسرة الرابعة ازداد نفوز كهنة الإله رع وتدخلوا في شؤون الحكم حتى استطاعوا إسقاط الأسرة الرابعة وتولى كبيرهم أسر كاف الحكم آخر مرة لأن في أواخر حكم الأسرة الرابعة ازداد نفوز كهنة الإله رع وتدخلوا في شؤون الحكم حتى استطاعوا إسقاط الأسرة الرابعة وتولى كبيرهم أسر كاف الحكم طيب تعا نكمل الملك أسر كاف أسر كاف مؤسس الأسرة الخمسة تعا نبدأهم من الأول الأولى هو الملك ميناء أو نعارمر الثالثة زوسر الرابعة سينفرو الخمسة أسر كاف طيب أسر كاف كان كبير كهنة الإله رعب مدينة أون اللي هي هليوبلس اللي هي عين شمسة حاليا تولى عرش مصر وقلنا أنه أطلق على نفسه ابني الإله رع أطلق على نفسه ابني الإله رع أعماله شيدة المسلات الضخمة شيدة المسلات الضخمة يعني ما قولك اكتب ما تشير شيدة أُسر كاف المثلا أقول المعابد الضخمة لألمسلات الضخمة وشيد معبد واحد هو معابد الشمس في أبي صير في الجيزة يبقى شيد الأهرامات مثلاً ضخمة? لا المسلات الضخمة. شيدة المسلات الضخمة. وشيدة معابد الشمس في ابي صير بالجيزة. وهي معابد ايه? مكشوف عشان يشوف الشمس طبعاً هو بيعبد الشمس. يبقى شيدة المسلات الضخمة ومعابد الشمس في ابي صير بالجيزة. المسلات الضخمة ومعابد الشمس في ابي صير بالجيزة. المسلات الضخمة ومعابد الشمس في ابي صير بالجيزة. لكن ظل البلاد في عصر بنات الأهرامات قوية حتى بدأ الضعف والانهيار في عهد انتو عارفين الملك بيبي الثاني اللي انا قلت لك ده اطول واحد حكم مصر حكم من هو عنده ست سنين لغاية ميت سنة يعني حكم مصر اربع وتسعين سنة هو اخر ملوك الاسرة السادسة طبعا السؤال اللي انتو حفظينه كويس جدا بما تفسر ضعف وانهيار الدولة القديمة نرجع بس نرجع اصر كاف اخر مرة اصر كاف هو كبير كهنة الاله رع كبير كهنة الاله رع تولى عرش مصر اطلق على نفسه ابن الاله رع لعملين ايه هما؟ شيدة المسلات الضخمة شيدة المسلات الضخمة شيدة المسلات الضخمة وشيدة معابد الشمس في ابي صير بالجيزة معابد الشمس في ابي صير بالجيزة معابد الشمس في ابي صير بالجيزة وهي معابد مكتوفة ليه ضعف وانهيار الدولة القديمة؟ بسبب زي ما احنا حفظين كويس يلا كلنا مع بعضها كننا في الحصة كل تهيبيت الملوك تفكك وحدة البلاد انهيار سلطة الحكومة المركزية ازدياد نفوس حكام الاقاليم تاني كل تهيبيت الملوك تفكك وحدة البلاد انهيار سلطة الحكومة المركزية ازدياد نفوس حكام الاقاليم تاني كل تهيبيت الملوك تفكك وحدة البلاد انهيار سلطة الحكومة المركزية ازدياد نفوس حكام الاقاليم اخر مرة كلت هي بيت الملوك تفكك وحدة البلاد انهيار سلطة الحكومة المركزية ازدياد نفوس حكام الاقاليم يبقى عشان كده ضعفت وسقطت الدولة القديمة وانتهت الاسرة السادسة وبدأ عصر جديد وهو عصر الاضمحلال الاول يعني اضمحلال هي حالة ضعف تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك حالة ضعف تسود بعض الدول في فترات تاريخية نتيجة ضعف الملوك طيب عندنا العصر العطيج بيشمل الاسرتين الاولى والتانية عصر بنات الاهرامات من التالتة للسادسة عصر الاضمحلال الاول من السابعة حتى العاشرة سادت مصر بعض سقوط الدولة القديمة حالة من الضعف وتعرضت لهجمات خارجية مثل هجمات الاسيويين يبقى مين اللي تعرضت مصر لهجمات الاسيويين واحتلت مصر يبقى مين اللي احتل مصر الاسيويين طيب عملنا ايه؟ ظهرت اسرة احنا قلنا الاسيويين احتلوا مصر طوال الاسرتين السبعة والتامنة وبعد كده ظهرت اسرة اهناسية والسؤال مهم جدا ما النتائج المترتبة على ظهور اسرة اهناسية واحد طرد الاسيويين من البلاد واعادة الاستقرار للبلاد تاني طرد الاسيويين من البلاد واعادة الاستقرار للبلاد تاني طرد الاسيويين من البلاد واعادة الاستقرار للبلاد تأسيس الاسرتين كمكام التسعة والعشرة وتأسيس الاسرتين التسعة والعشرة لبقى السبعة والتامنة كنا ضعف جدا والاسيويين مسيطرين لغاية ما ايجت اسرة اهناسية اللي هي محافظة بني السوف حاليا وقامت به طرد الأسيويين من البلاد وعادة الاستقرار للبلاد طرد الأسيويين من البلاد وعادة الاستقرار للبلاد تاني طرد الأسيويين من البلاد وعادة الاستقرار للبلاد طرد الأسيويين من البلاد وعادة الاستقرار للبلاد وتأسيس الأسرتين كام؟ التسعة والعشرة وتأسيس الأسرتين التسعة والعشرة وتأسيس الأسرتين التسعة والعشرة لكن لم يستمر هذا الرخاء طويلا واجت اسرة طيبة. اسرة طيبة. واسقطت الاسرة اهناسية. واسقطت الاسرة العاشرة. وعادت الوحدة الايه? الوطنية. وعادت الوحدة الوطنية. وعادت الوحدة الوطنية. وجاء عصر الاسرة الدولة الوسطى. وده اللي هنتكلم عليه الحصة الجاية. الاسرة الحداشر. المرة الجاية ان شاء الله. هنتكلم. هتديك مذاكرين للدولة الوسطى والدولة الحديثة نجهزوا الملزمة وافتحوها عشان نبدأ نحل اقل من دقيقة وهيفصل هندوس على اللينك تاني وندخل من تاني. يلا فريدة. حضرتك سمعني? سمعك اه. يلا مين مؤسس الاسرة الاولى? الملك مينة. الملك مينة او نعرمر. التالتة? اه. الاسرة التالتة الملك زوسر. الملك زوسر الاسرة الثالثة. الرابعة? الملك سنفرو. الملك سنفرو. الخمسة? الملك خوفو. لا. الخمسة. اه. ها? اللي هو شايد معابد الشمس فيها بيصير بالجيزة. اه? اه. الملك 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 خفرة? لا. اصر كاف. الملك اصر كاف. كملي. اكمل العبارات. خرج الملك نعرمر. من مدينة نقط ليوحد الشمال والجنوب. نعرمر كان من مدينة ايه اصلا? كريدة يلا. ما حضرتك? يلا. خرج العرمر من مدينة? سابني. من مدينة الطيبة? من مدينة الطيبة. اتنين ارسل الملك مين? اصولا الى فنقيا لجلب خشب الارض. يلا فريدة ننجز. حاضر. من اللي ارسل قسطولا لبلاد فنقيا? الملك. الملك سنفرو? الملك سنفرو. مين اللي اقام? اقام الملك مين? تمثال ابو الهول. مين اللي عمل ابو الهول? اه الملك احمص? لأ طبعا. لأ طبعا. الملك خفرع خفرع. اطلق الملك اصر كاف على نفسه لقب. اطلق على نفسه ايه? سمانية. ابن الاله رع. ابن الاله رع. تكملت الاسئلة ديت المرة الجاية عاوز حد تاني. يلا. ريم عبدالصمد. ريم عبدالصمد. يلا يا مستر. يلا ريم. طردتهم اسرة اهناسيا من مصر. مين? الاسيويين. الاسيويين. دي بس اللي عندنا النهاردة والمرة الجاية الباقي تكملي برضو معايا الجدول اللي بعده. مين اللي شيد الهرم المدرج بسكار? الملك زوسر. الملك زوسر وبرضو تكملة الجدول الحصة اللي بعدها. اختر الاجابة في عهد في عام تلات تلات تلاتمائة وخمسين قبل الميلاد نجح الانسان في معرفة? الكتابة. الكتابة. سكن المصري نقط في العصر الحجر القديم. الكهوف. الكهوف. نزل الانسان المصري القديم الى وادي النيل فيه. العصر الحجر الحديث. العصر الحجر الحديث. بنى المصر القديم مسكنه من? عطوب اللبن. عطوب اللبن. كانت اول اول خطوات المصريين القدماء نحو تحقيق الوحدة السياسية. اول خطوة هي? نشأة الكرة. جميل نشأة الكرة. تم تأسيس الاسرة الاولى في تاريخ مصر على يد الملك? نعرمر. نعرمر او مينة? امتدت اهرامات الدولة القديمة من الجيزة شمالا حتى? الفيوم جنوبا. الفيوم جنوبا جميل. اول ما نغير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية الملك? زوسر. زوسر كانت المجبرة عبارة عن مصطبة واحدة جعلها ست مصاطر. اشهر ملوك الدولة قديمة اللي اهتم ببناء الاسطول ارسل اسطولا لبلاد فنقيا لجلب خشب الارز. سنفرو. الملك سنفرو كمانا ملك. ارتبط اسم ابو الهول بالملك. مين اللي بنى ابو الهول? خفرع. الملك خفرع. ظهر اهتمام ملوك الاسرة الفرعونية الخمسة بالدية. في? العمارة. في العمارة لانهم بنوا معابد الشمس في ابي خير بالجيزة. برافو عليكي. شيد الملك نقط هرامين بضهشور. سنفرو. الملك سنفرو. ازداد نفوز كهنة الاله رع في اواخر عصر الاسرة? الربعة. الربعة. ينتهي عصر الدولة القديمة بالاسرة? الستة. السادسة. نجاح حكام طيبة في عهدة وحدة البلاد. حيث اسسه الاسرة? الحادية عشر. الحادية عشر. عشر على عشرة. بنيت معابد الشمس في عهد الاسرة? الخمسة. الخمسة جميل اللي هو الملك اسر كاف. عشرة على عشرة. برافو عليكي. عشرة على عشرة. تكملت الاسئلة المرة الجاية ندخل في السؤال اللي بعده. صحة وغلط. افتحوا صحة وغلط. عاوز حد تاني. جمانا جاب الله. جمانا. يلا جمانا. صحة وغلط. عاش الانسان المصري في العصر الحجر القديم حياة غير مستقر. صح. صح. صنع المصر القديم الملابس من الكتان في العصر الحجر الحديث. صح. صح. تسمى العصور التي سبقت معرفة الانسان الكتابة بعصور ما قبل تاريخ. صح. صح طبعا. آآ استخرج المصر القديم النحاس من النوبة. يبقى غلط من شبه جزيرة سيناء. اكتشف المصر القديم النار في العصر الحجر الحديث. غلط القديم. غلط القديم. اهتم سكان المدن وباقامة الاسوار لحمايتها من الاخطار الخارجي. صح. صح طبعا. نشأة الاقاليم من تجمع الكرة. صح. هي تجمع كرة بس ولا كرة ومدن? آآ نشأة الكرة صبعا المدن صبعا الاقاليم المستقلة. لأ خلينا نقول الاقاليم المستقلة نشأة من تجمع الكرة. تجمع المدن. يبقى الكرة والمدن مع بعض. يبقى هنا الاجابة غلط نشأة المدن من تجمع الكرة. نشأة المدن من تجمع الكرة. اما لو نشأة الاقاليم من تجمع حاجتين. القرى والمدن. القرى والمدن. ما هو اه مش لازم يقولك اه فقط والفكرة كلها ان المدن من القرى. تجمع القرى بقت مدينة مش بقت اقالية. من تجمع القرى والمدن بقت اقالية. لكن قرى بس مش هيبقى اقليم هيبقى اي مدينة. قامت اول واحدة في مصر الاربعة الاف متين واربعين وكانت عاصمتها اون. صح. قامت مملكة الشمال في الواجه البحري وعاصمتها نغب. مملكة الجنوب. مملكة الجنوب وعاصمتها نغب او ممكن اغير العاصمة تبقى بوتو. بوتو. تحققت الوحدة التانية على يد الملك سنفرو. اه الوحدة التانية على ملك سنفرو. صح. اه غلط الملك اه ميناء. الملك ميناء ونعارمر. يشمل العصر العطيق الاسرتين التانية والتالتة. اه غلط الاولى والتانية. غلط الاولى والتانية. بنى الملك نعارمر ميناء مدينة طيبة واتخذها عاصمة للبلاد. مدينة منف. مدينة منف. تمام. هو اصلا اتولد في طيبة. لكن بنى مدينة منف. نجحت الاسرة التانية في الحفاظ على وحدة البلاد بين مملكة الشمال ومملكة الجنوب. صح. صح طبعا لان مصر منقصمتش تاني بعد الملك ميناء. يبقى حفظه على وحدة البلاد وبين مملكتي الشمال والجنوب. يطلق على عصر بنات الاهرامات الفترة التي تبدأ بقيام الاسرة التالتة حتى السادسة. ايه صح. صح. حكما. ايه يطلق على اسم عصر بنات الاهرامات حكما سينفرو مصر لمدة اربعة عشرين عام. واطلق عليه المصريين الملك المحسن المحبوب صح. اهتم الملك سينفرو باستخراج المعادن من الصحراء الغربية. من سيناء. من سيناء. امن الملك سينفرو حدود مصر الجنوبية والغربية. ايه حاجبت مصر الجنوبية بس اللي سببها صح ولا? صح? لأ الجنوبية والشرقية. الجنوبية والشرقية مش الغربية الجنوبية والشرقية. انهارت سلطة البلاد المركزية خاصة في اواخر عهد الملك بيبي الثاني. احد ملوك الاسرة السادسة. صح? صح طبعا. نجاح حكام طيبة في اسقاط الاسرة العاشرة واعادة الاستقرار للبلاد. صح. صح. تمام نكمل اسئلة الصحة وغلطة المرة الجاية في الدرسين اللي بعد كده. جودي كريم. يلا جودي. شو دي يلا ننجز. صوب ما تحته خط. كان الانسان المصري دائم التنقل فوق الهضاب فيه. يلا جودي. سمعاني? طبعا مع بالي ما جودي تتحل مشكلة عندها في المايك. يلا مريم. مريم شدة. يلا. كان الانسان المصري دائم التنقل والترحال فوق الاضاف فيه. العصر الحجر القديم. العصر الحجر القديم. عرف المصر قديم الزراعة في. العصر الحجري الحديث. العصر الحجري الحديث. اقام الانسان المقابر لدفن الموتى في. عصر بنات الاهرامات. اقام المقابر لدفن الموتى في عصر بنات الاهرامات? يعني المقابر ظهرت بس في عصر بنات الاهرامات? لا الدولة الحديثة. الدولة القديمة. طبعا غلط. العصر الحجري الحديث برضو. العصر الحجري الحديث ظهرت المقابر لدفن الموتى. ظهرت المقابر لدفن الموتى. العصر الحجري الحديث. ظهرت بعض العبادات في. في عصر الحجري الحديث. لا. لا. ايه لا. العصر الوسطى. لأ سوالي. وحش جدا. ظهرت بعض العبادات في العصر النحاسي. كان شعار مملكة الشمال. نبات البردي. نبات البردي. نجح الملك نعرمر او مينة. في توحيد البلاد وبنى لها عاصمتها هي? منف. هي منف. يسمى عصر الدولة القديمة بعصر? عصر ما كبرى التاريخ. نعم. عصر الدولة القديمة بيسمى باي? مريم وحش جدا. مراجيات زكري احسن. عمر عياد يكمل معي. عمر. مستر. يسمى عصر الدولة القديمة بعصر? بعصر بيونات الاهرامات. بيونات الاهرامات. مين مؤسس الاسرة التالتة? الملك زوسر. الملك زوسر. اشتهرت الاسرة الخامسة ببناء? البناء. المسلات الضخمة. المسلات الضخمة. تعرض مصر لهجمات نقط في عصر الاضمحلالي الاول? الاسيويين. الاسيويين تمام سواني بس كده اه محمد اللي لسه داخل دلوقتي يكتب لي هو محمد ايه? اللي لسه داخل دلوقتي يكتب لي محمد ايه عشان ما خرجوش تاني. تعرض مصر لهجمات قلنا الاسيويين. اتخذ الهكسوس مدينة. اتخذ مصر ده الدرس اللي هو دولة الحديثة ودولة الوسطى. تمام تمام. كمل معي اكتب ما تشير. عاصمة بوتو. عاصمتها بوتو. ده برضا اه ماشي ماشي. ده تمام. ما فيش حالة مصر ما فيش. يلا. مملكة ايه لعاصمتها بوتو? اه مملكة الشمال. مملكة الشمال وهي عاصمتها بوتو. عصر شمال. اه عصر شمال الاسرتين الاولى والسانية. عصر مع قبل التاريخ? لا طبعا وحش. الاولى والتانية ده العصر ايه? طبعا العصر العطيق. احد عجائب الدنيا وبنيه في عصر الدولة القديمة. الهرم الاجبر. الهرم الاجبر. معابد مكشوفة. معابد ابي صير بالجيزة. معابد الشمس في ابي صير بالجيزة. حالة من الضعف تسود في بعض الفترات التاريخية نتيجة ضعف الملوك. الاضمح لال. الاضمح لال. تمام? الباقي المرة الجاية. الى من تنسب الاعمال. اه مي الشعراء. يلا مي. مين اللي وحد مصر كلها شمالها وجنوبها? الملك مينة. الملك مينة او نارمر. بنى معارفة بقلعة الجدار الابيض. اه الملك اه ثانية. الملك مينة برضو. الملك مينة برضو? غير في اسلوب العمارة للمكابر الملكية? زوسر. الملك زوسر. شيد الهرم المدرج بسكارة? اه مدرج زوسر. الملك زوسر. قام ببناء هرمين في ضشور? سنفرو. سنفرو. بنى الهرم الاكبر احدى عجائب الدنيا. مين? خوفو. خوفو. شيد معابد الشمس في ابي صير بالجيزة. اصر كاف. اصر كاف. نقل عاصمة البلاد من طيبة الى افتاوي. لسه لسه المرة الجاية. مرة الجاية. تمام? كويس. واضح ان اسئلة المرة الجاية اكتر بكتير. كميلي برضو ما يشعروا تكمل معايا من هو? مؤسس الاسرة الاولى. الملك مينة. الملك مينة. اطلق عليه ملك الارضين وصاحب التاجين. الملك مينة. الملك مينة برضو. وزير يرجع له الفضل في بناء الهرم المدرج. الوزير امو حتب. الوزير امو حتب. محدش يكتب لي زوسر لاني زوسر الملك. لكن انا عاوز وزير يبقى الوزير امو حتب. حكم البلاد اربعة وعشرين عام. وامن حضر مصر الجنوبية والشرقية. سنفرو. سنفرو. مؤسس الاسرة الخامسة. اسر كاف. اسر كاف. احد ملوك الاسرة السادسة وحدث في اواخر عهده انهيار سلطة الحكومة المرتزية. الملك بيبي السيني. تمام عشرة على عشرة. ندخل في بما تفسر. يلا من يقول? عبدالله الشيمي. يلا عبدالله الاول بس ثواني. حكم البلاد اتنين اه اربع عشرين عام سنفرو. يلا بما تفسر اهمية اكتشاف النار. استخدمها في طهي الطعام. يبقى استخدمها. تمام. استخدمها في طهي الطعام. استخدمها في طهي الطعام. نزول الانسان للمصر القديم الى وادي النيل. حلول الجفاف بالهضاب. يبقى بسبب حلول الجفاف بالهضاب. اهمية معرفة المصر القديم بالزراع. الزراع ساعدته على ايه? اه اكتشاف الكتان وصنع الملابس. وحصول البزور ولا قمح وكتان. لا طبع. لأ. الزراعة ساعدته اهمية معرفة المصر القديم الزراعة ساعدته على ايه في الرقم واحد? ساعدته. الطعام. لا مش بس كده. هي ساعدته على الاستقرار. لانها ساعدته على اصبحت حياته مستقرة. وزرع الحبوب مثل القمح والشعير والكتان. وقام بتربية الماشية والاغنام. يبقى ساعدته على الاستقرار. لانها ساعدته على الاستقرار. سمي عصر الدولة القديمة بعصر بنات الاهرامات. لان بني في الاهرامات. امتدت من? امتدت من الفيوم شماء اه من الجيزة شمالا حتى فيوم جنوب. يبقى لكسرة ما شيدة من اهرامات امتدت من الجيزة شمالا حتى الفيوم جنوبا. امتدت من الجيزة شمالا حتى الفيوم جنوبا. طيب. تسمية هرام سكارة باسم الهرام المدرك. لانه اه بني من ستة ستة اطباق. ست مصاطب اطباق. ست بمصاطب. كل مصطبا اصغر من التي تاليها. لانها بنيت من ستة مصاطب. كل مصطبا اصغر من التي تاليها. عبدالله محمد متولي يكمل. مستر كان في سؤال لسه ما قالهوش. اللي هو ايه? تشهيد المصر القديم الاهرامات. ما انت اللي هتبدأها? ماشي. بسبب اعتقادهم في البعث وخلود. اه فبانوا الاهرامات لتكون مقابر حصينة ووضعها في الصحراء حيث الجفاء. يبقى رقم خمسة لشياد الاهرامات لاعتقادهم في البعث والخلود. فوضعوا الجسس او شيادوا الاهرامات لوضع جسس موتاهم بعد تحنيطه. يبقى لاعتقادهم في البعث والخلود. رقم ستة لتسمية الهرام المدرج قلناه لانه عبارة عن ستة ايه مصاط. ايه ايه سبعة اطلق المصريين القدماء على الملك سينفرو المحسن المحبوب. ايه. مازل لشين يقفل الكاميرا ما فيش حد فتح كاميرات. انه تميز عهده بالاستقرار والعدالة. ده انا تميز عهده بالاستقرار والعدالة. انا تميز عهده بالاستقرار والعدالة. كمل. اطلق المصريين القدماء على الملك سينفرو المحسن المحبوب. قلناها سكوط الاسرة الرابعة. سكوط الاسرة الرابعة? مم. بسبب النفوس كهنة الاله رعى. ادخلوا بشؤون الحكم. اه. واتولى كبيرهم اسر كافي الحكم. يبقى ازدياد نفوز كهنة الاله رعى. وتدخلوا في شؤون الحكم. حتى استطاعوا اسقاط الاسرة الرابعة. حتى استطاعوا اسقاط الاسرة الرابعة. وتولى كبيرهم اسر كافي الحكم. وتولى كبيرهم اسر كافي الحكم. طيب اسأل سؤال ليه ضعف وانهيار الدولة القديمة. الملوك وتفكك وحدة البلاد وانهيار سلطة الحكومة المركزية وازدياد نفوز حكام. يبقى طبعا كلت هيبيت الملوك تفكك وحدة البلاد انقيار سلطة الحكومة المركزية ازدياد نفوز حكام الاقاليم. كلت هيبيت الملوك تفكك وحدة البلاد انهيار سلطة الحكومة المركزية ازدياد نفوز حكام الاقاليم من نتائج المترتبة على. ندخل في النتائج. ندخل في النتائج. عاوز حد تاني. ها? جانا عبداللطيف. يلا جانا. ما النتائج المترتبة على حلول الجفاف فوق الهضاب? ادى الى نزول المصري القديم من على الهضاب والعيش بجوار آآ وادي النير. تماما. هتقل لي واكتشف الزراع وقام بالتربية الماشية وهكذا. يبقى نزل من فوق الهضاب الى واد النيل وعرف الزراعة وعرف الزراعة. استقرار الانسان المصري القديم على ضفاف النيل. عرف الزراعة والاستقرار وشيد بيوتا من الطوبة اللبن. لأ اه وشيد بيوتا من الاكواخ. اه اه اه. تمام. يبقى استقروا عرف الزراعة وزراعة القمح والشعير والكتان. وصنع ادواته من الاواني الفخارية والنسيج والملابس من الكتان وسكنها في الاكواخ. تمام. مجاح الملك مينة في توحيد مملكتي الشمال والجنوب. ادى الى تلقيبه بصاحب الارضين. وملكة. ملك الارضين. ملك اه ملك الارضين. وصاحب التاجين. اه. وملكة العليا والسفلة. هم? ونصر الجنوب وسعبان الشمال. ولقبة بعدة القاب ملك الارضين. صاحب التاجين. ملك مصر السفلة والعليا. نصر الجنوب وسعبان الشمال. تمام. عاوز مازن لشين? كمل. زيادة نفوز كهنة الاله راع في اواخر عهد الاسرة الخامسة الدائلة. مازن تانين ميك مقفول. الو? يلا مازن. الو مستر. من نتائج المترتبة على زيادة نفوز جهنة الاله راع? من نتائج المترتبة على زيادة نفوز اه لاتك اه سكوت اه الاسرة الرابعة. واستطاع? واستطاع كبيره واستطاع كبيره اسر كاف اه الاستلاء على حكم البلاد. يبقى اسقطوا الاسرة الرابعة وتولى كبيرهم اسر كاف الحكم. وتأسيس الاسرة الخامسة. كميل وتأسيس الاسرة الخالق الخامسة. ضعف الملك بيب الثاني. ضعف الملك بيب الثاني. بداية سكوت الاسرة السادسة. ادى الى طبعا سكوت الاسرة السادسة وانتهاء عصر بنات الاهرامات. وانتهاء عصر بنات الاهرامات. تمام. انهيار الدولة القديمة هي هيها. هيها اللي هو بداية عصر الاحتلال الاول. تمام. ضعف هيبة هيبة ملوك الاسرتين السبعة والتمنى. مين اللي احتل لمصر? الاسيويين. يبقى ادى الاحتلال الاسيويين لمصر. اه رقم تمانية ظهور اسرة اهناسيا عملوا ايه? طرد طرد الاسيويين من مصر. اه? والتأسيس الاسرة التاسعة والعشرة. تمام. طرد الاسيويين من البلاد واقعدوا الاستقرار للبلاد. واسسوا الاسرتين التسعة والعشرة. تمام? تمام. اه هنقف لغاية كده. المرة الجاية هنحل بقية الاسئلة ديت. المرة الجاية انا عاوز الكل يجي مقفل بمعنى كلمة مقفل ويا ريتي الناس اللي لايه ما بتجاوبش مش متفاعلة تجاوب ولاقي ناس جديدة بعاوزة تجاوب. اه المرة الجاية ان شاء الله هتذكروا ايه? كتبوا عندكم. هتذكروا عصر الدولة الوسطى. اللي مجاوبش النهاردة خليه جاوب المرة الجاية. هتذكروا المرة الجاية. عصر الدولة الوسطى اكتبوا. عصر الدولة الوسطى. وعصر الدولة الحديثة. عصر الدولة الوسطى. وعصر الدولة الحديثة. خدوا بالكم. النهاردة انا ممتدي لكم درسين تذكروهم. اللي احنا رجعناهم المرة الجاية. درسين تانين. المرة اللي بعدها خليكوا تذكروا الاربعة مع بعض تاني. واجب لكو اسئلة وانحل اسئلة جديدة. يبقى النهاردة انتو ذكرتو دارسين. المرة الجاية هتذكروا هتذكروا دارسين تانين. المرة اللي بعدها هتذكروا الاربعتين. المرة اللي بعدها هتذكروا الاربعتين. تمام? اللي مجاوبش النهاردة ان شاء الله خليه الجاوب الحصة الجاية. يبقى هتذكروا هتذكروا عصر الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة. هتذكروا عصر الدولة الوسطى وعصر